لا الخيمة تأويهم ولا حرارة التقصي تشعل نار الحنين إلى وطن هجروا منه قسرا لاجئوا اليمن في جبوتي بانتظار إنهاء رحلة الشتات والرجع إلى ديارهم بعد أن فقدوا إمكانيات العودة يفترشون ترابا رطبا يتبللون من حرارة المناخ وقلق العيش ويسكتون عن الوجع لكنهم ينتظرون بقلق رحلة العودة علها تبدأ فلا تبدأ ولا هم يعبرون شباب ونساء وأطفال ذابلون طاوعهم الحب وخرجوا من بطن الوطن المكتئب والمضطرب منذ عام وأكثر بفعل الحرب يقول سفير اليمن هناك حمود العديلي إن نحو 2800 يمني لاجئ يعانون من أوضاع إنسانية صعبة وقال السفير إن عددا من الأسر قررت العودة في حين لا تزال أخرى عالقة والسبب فقدان غالبيتهم للمال الكافي حتى المساعدة التي تصلهم من المنظمات الإنسانية يقول السفير إنها لا تغطي احتياجاتهم طوال الشهر وهو ما يفاقم من صعوبة العيش في هذا المخيم وضع هؤلاء لا يختلف عن وضع اللاجئين في الصومالي وإثيوبيا فالجميع نشدون الحكومة والمنظمات الدولية سرعة مساعدتهم موضحين أن قتل وجرح من رفاقهم قتلوا قبل أيام في انفجار وقع بالقرب من مخيم يقتنون به في مدينة مقدشو الجهات الرسمية لا تبدو عابئة بوضع هؤلاء ولس ما يحدث من مآس إنسانية لليمنيين داخل البلد وخارجه في اهتماماتها الدليل أنها لم تضح حدا لمعاناة وألام اللاجئين ولم تكلف نفسها إرسال وفد حكومي لتقص أوضاعهم ومساعدتهم على العودة إلى وطنهم صحيح أن حياة الإنسان في وطنه خلال الحرب فضيعة لكن ما ذلته خارج الوطن جحيم فرحلة الشتات أكثر كلفة حين تبث الأخبار كل يوم وصفة متقنة من طحين الغياب شكرا للمشاهدة